تستغربون من هذا الكلام بينما المعطيات في ثقافة العترة الطاهرة في قرآنهم وفي أدعيتهم وفي أحاديثهم واضحة جدا الله أبرز صفاته ما هي أبرز صفاته التي نتحدث عنها من أنه الخالق الرازق هو الذي خلق وهو الذي رزق والرزق لا ينحصر بطعام أو شراب الحياة رزق وكل التفاصيل التي ترتبط بالحياة وبقائها وتحولها ونمائها كل هذه العناوين هي من مصاديق رزق رب العالمين تعالوا معي إلى القرآن إلى سورة المؤمنون وإلى الآية الرابعة بعد العاشرة من سورة المؤمنون بعد أن تتحدث السورة عن خلقة الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى أن تقول الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة المؤمنون تقول ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين هناك خالقون يعترف الله بهم يثبت لهم هذه الصفة وإلا فليس من المنطقي أن الله سبحانه وتعالى يقارن نفسه بالعدم بأشياء لا وجود لها فحينما يقول القرآن فتبارك الله أحسن الخالقين إذن هناك خالقون يعترف الله بهم ويقر لهم بهذه الصفة لكنه في الوقت نفسه يصف نفسه بأنه الأحسن فيهم هو لم يخرج نفسه من الوصف وإنما قال هو أحسن الخالقين هؤلاء خالقون في مرتبة من المراتب وهو خالق إلا أنه هو الأحسن الآية هكذا تقول هذا قرآن هذا الكلام ما هو برواية حتى تخرجون سكاكينكم لتمزيقها تخرجون قذارات مراجعكم ونجاساتهم وأوساخهم الناصبية كي تمزقوا أحاديث أهل البيت هذا قرآن فتبارك الله أحسن الخالقين هناك خالقون أثبت الله لهم صفة الخالقية وغاية الأمر أن جعل نفسه أن جعل نفسه الأحسن من بينهم هكذا يقول فتبارك الله أحسن الخالقين قطعا هو لا يتحدث عن نجار صنع كرسيا فقد خلق كرسيا هذا النجار يقال له في اللغة من أنه خلق كرسيا ولا يتحدث مثلا عن نحات نحة شيئا من الخشب من الحجر يقال له هذا فنان خلاق مبدع فإن الله لا يمكن أن يقارن نفسه بهؤلاء المقارنة مع الحقيقة المحمدية المقارنة مع المظاهر الأولى للحقيقة المحمدية إمامنا صاحب الأمر في رسالته إلى الشيعة التي تحدث فيها عن إمامته ماذا قال نحن صنائع الله والخلق بعد صنائعنا هذا المضمون ورد في كلمات الأمير في رسالة إلى معاوية وقد قرأت ذلك عليكم من نهج البلاغة الشريف في الحلقات المتقدمة وورد في رسالة إمام زماننا إلى الشيعة وهو يتحدث عن إمامته صلوات الله وسلامه عليه فالحديث هنا في الآية عن خالقين بوصف الله ليس بوصف أنا هو الذي يقول في قرآنه فتبارك الله أحسن الخالقين فأحسن الخالقين هم خالقون حقيقيون بحيث أن الله سبحانه وتعالى قارن نفسه بهم إلا أنه حكم في النهاية من أنه هو أحسن الخالقين لماذا؟ لأنه هو الذي خلقه هو الذي خلق هؤلاء الخالقين فلذا هو الأحسن فتبارك الله أحسن الخالقين وهذا الوصف تردد في القرآن جاء في سورة الصفات أيضا في سورة الصفات في الآية الخامسة والعشرين بعد المئة بعد البسملة والآيات التي قبلها وَإِنَّ الْيَاسَى لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا إِنَّهُ صَنَمٌ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ الله ربكم وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَأَحْسَنُ الْخَالِقِينَ هو الله هنا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ الله ربكم الله تفسير عطف بيان كما يقال في قواعد البلاغة وفي قواعد علم النحو وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فهذا الوصف جاء متكررا في الكتاب الكريم من أن الله أحسن الخالقين وقد جاء مذكورا على لسان نبي من أنبيائه في الأمم السابقة وجاء مذكورا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وهو سيد الأولين والآخرين سيد الوجود فتبارك الله أحسن الخالقين هناك خالقون حقيقيون فإن الله سبحانه وتعالى قارن نفسه بهم هو لا يقارن نفسه بخالق خالقيته محدودة القرآن تحدث عن مصادق من الخالقية فيما بين الخلق على سبيل المثال إذا ذهبت بكم إلى سورة الفرقان في سورة الفرقان في الآية الثالثة بعد البسملة واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون وبحسب ما جاء في تفاسيرهم في تأويلهم في تفسير القم فإن الحديث عن الأصنام التي كانت قريش تعبدها وغير قريش واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون فعملية نحت الأصنام وصناعة الأصنام والتماثيل عملية خلق القرآن يتحدث عنها هذه الآية الثالثة بعد البسملة من سورة الفرقان واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا هي أصنام وهم يخلقون هناك من خلقها من الناس ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا الآية واضحة فإنها تصف صناعة الأصنام بعملية خلق واتخذوا من دونه آلهة من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا إنها الأصنام وهم يخلقون هناك من خلقهم فهذه عملية خلق فهل تتوقعون أن الله يقارن خالقيته بخالقية صانع الأصنام أي منطق هذا هل تقبلون أن أستاذا جامعيا يمتلك الشهادات العالية يقارن نفسه بطالب في الروضة يمكن هذا هذا الكلام منطقي مع أن المثل لا مقايسة فيما بينه وفيما بين ما أتحدث عنه ولكن هذا مثال يقرب الفكرة أستاذ جامعي من كبار الأساتذة ومن كبار العلماء المتخصصين ممن يحملون الشهادات العلمية العالية والراقية جدا هل يمكن أن يقارن نفسه بتلميذ في روضة الأطفال ألا نقول عنه ما هذا الجنون لقد جن الرجل فهل يمكن أن يقارن الله خالقيته بخالقية صانع تماثيل صانع التماثيل خالق بحسب ثقافة الناس بحسب ثقافة العرب بحسب ثقافة القرآن لكن الله لا يقارن نفسه بهذا الخالق واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ومثل ما قلت لكم بحسب رواياتهم بحسب أحاديثهم فإن الآية تتحدث عن الأصنام وعن خلق الأصنام وإذا ما ذهبنا إلى سورة العنكبوت وإلى الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة إنما تعبدون من دون الله أوثان وتخلقون إفكا وتخلقون إفكا هذه المنظومة بكاملها صناعة الأصنام وبناء المعابد لها وإيجاد مؤسسة دينية ترعى هذه الأصنام مع طقوس وعبادات وأعراف وثقافة ومعتقدات كل هذا الكذب والتزوير بكل تفاصيله عده القرآن خلقا هكذا قالت الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة العنكبوت إنما تعبدون من دون الله أوثان أصنام وتخلقون إفكا الإفك هو الكذب هو الافتراء هو أقبح ما يكون عليه الكذب إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لماذا لأن أبرز صفة في الخالق أن يكون رازقة أبرز صفة ما هي أن يكون رازقة تذكروا هذه النقطة سنعود إليها لأن القرآن أيضا يتحدث عن رازقين هناك خالقون وهناك رازقون تحدث القرآن عنهم ولذا ماذا قالت الآية إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لأنهم ما هم بآله وما هم خالقون لأن الخالق لا بد أن يكون رازقا ومن هنا فإن صناعة الأصنام هي عملية خلق لكن الخالق الذي خلقها ما هو برازق لها وهذه الأصنام المخلوقة ليست بآلهة لأنها ليست خالقة وليست رازقة لأن الله لا بد أن يكون خالقا ولا بد أن يكون رازقا ومن هنا جاء الإطلاق على المعصوم فعيسى وصف بالخالقية فأل تستكثرون أن يوصف محمد وآل محمد بالخالقية وهم أولياء النعم سنتحدث عن هذه المضامين في سياق الآيات الكريمة فهم خالقون ورازقون بحسبهم من هنا جاء الإطلاق عليهم بحسبهم ومن هنا جاء الإطلاق على الحقيقة المحمدية بحسبها ومن هنا جاء الإطلاق على أحسن الخالقين بحسبه فهؤلاء خالقون رازقون بحسبهم هذا منطق القرآن ما أنا الذي أقول أنا أحدثكم من كتاب الله عودوا إلى الآيات وتدبروا فيها إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا فهذه العملية من صناعة الأوثان إلى بناء المعابد إلى صناعة مؤسسة دينية مع معتقدات وثياب معينة ورموز و و و إلى آخره هذه عملية خلق وتخلقون إفكا فهل أن الله سبحانه وتعالى يقارن خالقيته بهؤلاء الخالقين ما هؤلاء سبحانه وتعالى هو الذي يقول لهم في قرآنه وتخلقون إفكا يعني إنكم خالقون تذكروا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا إذن أين هو الرزق فابتغوا عند الله الرزق عند الجهات التي توصف بهذا الوصف الله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون تذكروا من أن الرازقية تكون ملازمة للخالقية ومن أن المعنيين معا يلازمان الإلوهية إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون نذهب إلى سورة الرعد وإلى الآية السادسة بعد العاشرة من سورة الرعد بعد البسملة الآية تبدأ قل من رب السماوات والأرض قل الله وتستمر الآية موطن الشاهد هنا في الجزء الأخير من الآية أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فهناك ممن يخلقون وممن هم خالقون لكنهم لا يخلقون كخلق الله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه هناك من هو خالق ولكنه لا يخلق كخلق الله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء هو الذي خلق الخالقين العظام فهو أحسن الخالق ولكن لا وجه للمقارنة مع الخالقين الآخرين أصغار الآية واضحة أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فهناك فهناك من الخالقين الذين ينطبق عليهم هذا الوصف من أنهم خالقون ويخلقون لكنهم لا يخلقون كخلق الله فهؤلاء لا يمكن أن يقارنوا به أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ولكنه سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون قارن نفسه بخالقين خلقهم ولكنهم الخالقون العظام فتبارك الله أحسن الخالقين وهذا الوصف ورد أيضا في سورة الصافات جاء في سورة آل عمران فيما يرتبط بشأن عيسى عيسى المسيح في الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة من سورة آل عمران أذهب إلى موطن الحاجة منها فعيسى هو الذي يقول لبني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم ما هي هذه الآية أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله هو الذي يقول أني أخلق لكم هو خالق هو الذي يقول إنني خالق أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقارن خالقيته بخالقية عيسى فعيسى خالقيته بإذن الله بإذن من محمد وآل محمد فعيسى من أشياع محمد وآل محمد عيسى جندي من جنود صاحب الزمان سيكون في عسكره صلوات الله وسلامه عليه وسلام على عيسى يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا هو جندي من جنود صاحب الأمر وسيبعثه صاحب الأمر في مهمات عسكرية وغير عسكرية الروايات هكذا تحدثنا فهو جندي من جنوده فلا يمكن أن يقارن الله سبحانه وتعالى نفسه وأن يقارن خالقيته بخالقية كهذه الخالقية ولكن عيسى هو الذي يقول عن نفسه من أنه خالق أني أخلق لكم وهذا المعنى يؤكده الله لعيسى في سورة المائدة إذا ما ذهبنا إلى الآية العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة المائدة الله يخاطب عيسى وإذ تخلق الله يقول له في سورة آل عمران هو قال عن نفسه أني أخلق هنا في سورة المائدة فإن الله هو الذي يخاطبه يؤكد له هذه الصفة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله هو الذي يقول له وإذ تخلق من الطين إلى آخر الآية الكريمة فعيسى بصريح كلامه هو خالق وبصريح كلام الله هو خالق الله يقول له وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن صناعة الأصنام خلق وصانع الأصنام خالق صناعة المؤسسة الدينية إنها صناعة إفك عملية خلق إفك الذين قاموا بها وصنعوها هم خالقون وهكذا فالنجار خالقون والحداد خالقون وصانع السيارة خالقون وعجائب التكنولوجيا إنها معجزات أنتجها لنا العلم على يد خالقين عظام بحسب نظرنا لا بحسب نظر الله فإن الخالقين العظام الحقيقة المحمدية أولا وما تجلى منها من المظاهر العليا إنهم محمد وعلي وفاطمة وما جاء من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليهم جميعا فإن الله سبحانه وتعالى يقارن نفسه بهؤلاء وإلا من هم الخالقون الذين قارن الله نفسه بهم قولوا لي أنتم قد يقول النصارى المسيحيون شيئا وقد يقول اليهود شيئا وقد تقول الديانات الأخرى شيئا لا علاقة لنا بهم نحن نتحدث عن عقيدتنا في دين محمد وآل محمد أنا أخاطبكم أنتم أنتم الذين تقولون نحن شيعة لمحمد وآل محمد وهذا هو القرآن أنا لا أقرأ عليكم أحاديث تستطيعون أن تثير عليها الشبهات من خلال قذارات أولئك الأوباش في النجا الذين دمروا ديننا وأبعدونا عن قرآننا ما هو هذا قرآن محمد وآل محمد وهذه ثقافتهم أبعدونا عن هذا القرآن لماذا لأنهم نقضوا بيعة الغدير وفسروا القرآن وفقا للمنهج العمري ألا لعنة الله على منهج حوزة النجاف ألا لعنة الله على منهج مرجعية حوزة النجاف أعود إلى سورة المؤمنون والآية واضحة صريحة فتبارك الله أحسن الخالق الخالقون لابد أن يكونوا رازقين بعد الفاصل سأحدثكم عن الرازقين ومن القرآن من القرآن من القرآن يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا دخرة من لا دخرة له يا حرز من لا حرز له يا غياث من لا غياث له يا فخرة من لا فخرة له يا عزة من لا عزة له يا معين من لا ماما يا انیس من لا انیس له يا امانا من لا يا امانا من لا سبحانك يا له الغف خلصنا منن اللهم انیس لك بسمك يا عاصم و يا قائم يا دائم و يا راحم يا سالم و يا حاکم يا عالم و يا قاسم يا قابض و يا باسد سبحانك يا لاب الغف يا عاصم من استعسمه يا راحم من استرحمه يا غافره من استغفره يا ناصره من استنصره يا حافظه من استحفظه يا مكرمه من استكرمه يا مرشده من استرشده يا سریخه من استسرخم يا معینه من استعانه يا مغیثه من استغاثه سبحانك يا لاب الغف في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة المائدة قال عيسى بن مريم القرآن يحدثنا عن عيسى بن مريم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين هناك رازقون هذا كلام نبي من الأنبياء من أولي العزم والقرآن يقرر كلامه قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك في جو روحاني خاص هذه الحادثة كانت حادثة خاصة والذين كانوا معه هم الحواريون هم الذين طلبوا من عيسى ذلك فماذا جاء في الآية وارزقنا وأنت خير الرازقين إذن هناك رازقون ورازقون حقيقيون بحسب الله سبحانه وتعالى لو لم يكونوا كذلك فهل أن النبي يخاطب الله بهذه الطريقة ويقارنه بمجموعة من الرازقين لا وجود لهم أو بمجموعة من الرازقين لا قيمة لهم بالقياس إلى رازقيته سبحانه وتعالى ما نحن عندنا في الأحاديث مثلا يستحب للآباء إذا ما وعدوا أطفالهم بشيء أن يفوا لهم بما وعدوهم أن وعدوهم بشراء لعبة ثوب حاجة طعام شراب وعدوهم بشيء وعدوا أطفالهم الإمام يعلل هذا الاستحباب يقول لأن الأطفال لأن الصبيان يرون أن آباءهم هم الذين يرزقونهم فيرون مصدر الرزق في آبائهم فالوالد رازق لأطفاله ولذا كانوا يسمون في الأزمنة القديمة ما يصطلح عليه اليوم بوزارة المالية كانوا يسمونه بديوان الأرزاق ديوان الأرزاق سيكون الوزير سيكون رئيس الديوان كان يقال له صاحب الديوان رئيس الديوان يقال له في أيامنا الوزير ما يسمى في زماننا بالوزارة كان يسمى بالديوان ما يقال له الوزير هو رئيس الوزراء وتحت الوزير يأتي أصحاب الدواوين أصحاب الدواوين هم الوزراء اليوم فيقال ديوان الأرزاق ديوان الأرزاق يعني وزارة المالية فصاحب الديوان رئيس الديوان سيكون رازقا هو الذي يرزق العباد فهل أن الله يقارن نفسه برازقينك هؤلاء هذا الكلام ليس منطقيا إذا لا بد من وجود رازقين حقيقيين بحيث أن الله يقارن رازقيته برازقيتهم وهو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم لكن لعلو شأنهم لأن سائر الخلائق خلقت من عندهم ولأن سائر الخلائق ترزق من عندهم وبسببهم والرزق إلى سائر المخلوقات خارج منهم إليهم كما نخاطب محمدا وآل محمد في زيارة الندبة التي وردت إلينا من الناحية المقدسة هي غير دعاء الندبة زيارة الندبة فما شيء مننا نخاطب آل محمد إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل نحن نقرأ في أحاديثنا من أن سبعة بهم ترزقون منهم الذين حضروا جنازة فاطمة أولئك الشيعة الفاطميون سلمان أبو ذار المقداد عمار واوة سبعة بهم ترزقون وبهم تمطرون لماذا تستغربون هذه المعاني أذهج جزء من ثقافتنا وإنني أحدثكم بالروايات التي تنطبق مع القرآن الذي أقرأه عليكم وارزقنا وأنت خير الرازقين هذه الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة المائدة أذهب بكم إلى سورة الحج وإلى الآية الثامنة والخمسين بعد البسملة من سورة الحج والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين تلاحظون الآية السابقة في أجواء ماعدة السماء التي نزلت على عيسى وحواريه وهذه الآية تتحدث عن الذين هاجروا وقتلوا في سبيل الله إنها من أقدس الحالات ومن أشرف المواضع ويأتي الخطاب من الله وإن الله لهو خير الرازق فهل أن الله يقارن نفسه بكائنات لا وجود لها هل هذا الكلام منطقي هذا سيكون كحال ذلك الجبان الذي يتحدث عنه المتنبي وإذا ما خل الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال فإن الجبان إذا كان في البرية ليس هناك من أحد يظهر فنون الشجاعة في الخلاء فيسل سيفه ويهجم يمينا ويهجم شمالا وكأنه في ساحة الوغى يحارب الهواء ويحارب الفراغ ولكن إذا ما تواجد الفرسان والمقاتلون فإن هذا الجبان سيختفي سيتلاشى سيتوارى وإذا ما خل الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال فهل أن الله يقارن نفسه بكائنات لا وجود لها أي كلام هذا أي منطق هذا أو هل أن الله يقارن نفسه بي فأنا رازق لأطفالي أي منطق هذا فلا بد من وجود رازقين حقيقيين الذين يطلق عليهم هذا المصطلح وهذا اللفظ المقدس الله لاحظوا لاحظوا من أن تلك الأحاديث التي أطلقت لفظ الله على الحقيقة المحمدية وعلى الإمام المعصوم قطعا كل إطلاق بحسبه كما بيّنت لكم قبل قليل هذا وفقا لمنطق القرآن أما أولئك الأوباش في النجف الذين يضعفون هذه الأحاديث لا شأن لنا بهم فليذهبوا بقذاراتهم إلى الجعيم مع النواصب مع أعداء محمد وآل محمد أخذوا دينهم من تلك القذارة من تلك المزابل هذا هو القرآن أنا لا أحدثكم بشيء من عندي هذا منطق القرآن وعربية واضحة الآية الثامنة والخمسون بعد البسملة من سورة الحج والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين هناك رازقون حقيقيون إذن خالقون ورازقون لماذا تستغربون أن يطلق عليهم هذا اللافظ ولكن بحسب البيانات التي بيّنتها لا تذهب كالنصيرية والخطابية الحمير الأنجاز الذين من جهلهم وجهالتهم نصبوا لهم أئمة جهالا لا يفقهون شيئا ونسجوا لهم من عقائد الضلال ومن سورة الحج إلى سورة المؤمنون وإلى الآية الثانية والسبعين بعد البسملة من سورة المؤمنون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين أم تسألهم خرجا أموالا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين في سياق يحتاج أن نقف عنده ولا أجد وقتا الوقت يجري سريعا الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وآله قطعا الخطاب لفظا مع محمد صلى الله عليه وآله فمحمد لا يحتاج إلى تعليم هو عالم بذاته صلى الله عليه وآله ولكن الخطاب القرآنية جاء بلغة إياك أعني واسمعي يا جارة هكذا أخبرنا الباقر أخبروناهم عن أساليب فهم القرآن أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين ومن سورة المؤمنون إلى سورة سبع وإلى الآية التاسعة والثلاثين بعد البسملة من سورة سبع قول إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين تلاحظون أن هذا الوصف يتكرر في القرآن من سورة المائدة إلى سورة الحاج إلى سورة المؤمنون إلى سورة سبع على طول القرآن قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ومن سورة سبع إلى سورة الجمعة إلى الآية الأخيرة من سورة الجمعة إلى الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها الصحابة الصحابة هكذا فعلوا برسول الله ولقد تركوه أكثر من مرة لم يبق معه إلا الأمير وإلا من كان من خاصة رسول الله صلى الله عليه وآله وإلا أصحاب السقيفة وأمثالهم خرجوا حينما كانت قد أقبلت القوافل التجارية لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازق الآية واضحة فإن الرازقين هنا ما هم التجار وما هم أصحاب الأموال وما هم الرؤساء الرازقون هنا رازقون حقيقيون هم خالقون وهم رازقون وهم آلهة ولكن هذه الأوصاف تطلق عليهم بحسبهم فالله أحسن الخالقين هذه ما هي روايات أنا قلت لكم سأرغم آنافكم وآناف أهبائكم وآناف أجدادكم وآناف أجداد أجدادكم على أن تقبل الحقائق سأرغم آنافكم مثلما أرغمت هذه الحقائق أمثي ويا ليت أجدادي وآبائي على قيد الحياة كي أرغم آنافهم بهذه الحقائق لكنهم ذهبوا ذهبوا على ضلال مراجع النجف مثلما ذهبت أجيال شيعة منذ أن أسس طوسي الحوزة المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة ولا زال الضلال مستمرا إلى يومنا هذا وتضحكون على الناس تضحكون على الناس من أن هؤلاء يمثلون صاحب الزمان كيف ستجيبون صاحب الزمان لو سألكم في ساعات يوم القيامة على أي أساس تقولون من أنهم ينوبون عني أي دليل عندكم الروايات ما هم أنفسهم نفس المراجع يضعفون الروايات التي تستدلون بها على أنهم نواب لصاحب الزمان بأي رواية تستدلون برواية التقليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري هم يرفضون التفسير جملة وتفصيل ويرفضون هذه الرواية ويضعفون سندها وحتى يضعفون متنها بتوقيع إسحاق بن يعقوب إنهم ينكرونه يضعفون سنده السستاني والخوئي ومن على شاكلتهم ومحمد باقر الصدر هؤلاء يضعفون هذه الأحاديث هذه الأحاديث يضعفونها وقد مر هذا الكلام فيما سلاه حتى حينما يقبلونها يصابون بحيرة في فهمها ربما في مقطع من حياته قبل محمد باقر الصدر التوقيع ولكنه كان حائرا في فهمها وبقي متحيرا إلى أن قتل ما استطاع أن يستخرج منها معنا واضحا مرة يقول هكذا ومرة يقول هكذا كتبه دالة على ذلك سيرته أما السستاني فمن الأساس هو ينكر هذه الروايات ويرفضها ويضعفها سندا ودلالة وكتبه تتحدث بهذا وقد جئت بكتبه وقرأت ذلك منها فكيف تخدعون الناس من أن السستانية وأمثاله ينوبون عن صاحب الزمان أما تستحون من أمير المؤمنين الذي تجاورونه أما تخجلون من ذلك وأنتم أنتم الذين جئتم زوارا أما تخجلون من الحسين تأتون لزيارته يا أيها المنافقون الدجالون الكذابون وتحاربون ثقافة العترة الطاهرة التي تمهد الشيعة في قلوبها وعقولها كي تكون مستعدة لنصرة إمام زمانها ماذا ستقولون لإمام زمانكم لو أنه ظهر في السنة القادمة في أيام حياتكم ماذا ستقولون له أم أنكم ستصطفون مع أوباشي النجف مع آيات الله العظمى الذين سيخرجون لقتاله أذهب أذهب بكم إلى سورة التوبة وإلى الآية التاسعة والخمسين لا أقول لا أقول بعد البسملة لأن سورة التوبة ما فيها من بسملة في الآية التاسعة والخمسين ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون قطعا الآية في صدد الأموال والأرزاق والصدقات الآية التي قبلها ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون فالصدقات مصداق من المصادق من مصادق الأرزاق تأتي الآية التي بعدها ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله فجهة الإغناء وجهة الرزق الله ورسوله لكن الله سيكون خيرا رازق والرسول رازق عظيم بجنب الله سبحانه وتعالى القرآن هو الذي يتحدث عن هذا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون الكلام هو هو وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون رؤيتهم رؤية الله ليست محدودة بزمان أو بمكان وعطاء الله كذلك عطاء ليس محدودا بزمان أو بمكان ولذلك نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة في المقطع الأول من مقاطع التسليم فيها من أنهم أولياء النعم والنعم جمع تكسير معرف بالألف واللام هذه أصيغة تدل على الاستيعاب إنه استيعاب لكل النعم ما كان منها ظاهرا وما كان منها باطنا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون وفي السورة نفسها إذا ما ذهبت بكم إلى الآية الرابعة والسبعين من سورة التوبة أذهب إلى موطن الحاجة منها وما نقم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فجهة الإغناء من الله ورسوله لكن الله هو خير المغنين هو خير الرازقين هل جئتكم بشيء من عندي هل جئتكم برواية حتى تستطيع أن تكذبوها بقذارات مراجعكم الجهال الأغبياء في النجل وفقا لقذارات علم القنادر الذي يسمونه بعلم الرجال ما هي هذه آيات الكتاب الكريم هل افتريت على القرآن شيئا المصحف عندكم والبرنامج بث مباشر وأنا لا أتحدث في زاوية مظلمة وإني لناطق بكل جرأة جرأتي هذه من حقي ومن صدقي لو لم أكن على حق لما كنت جريئا بهذا الحد ولو لم أكن صادقا ولو لم أكن على معرفة وعلم ويقين وثقة بهذا الذي أضعه بين أيديكم لما وقفت في مواجهة طغيان المؤسسة الدينية الشيعية إنني في مواجهة تأريخ يمتد إلى بدايات الغيبة الكبرى إنني في مواجهة هذا التأريخ لو لم أكن منطلقا من قاعدة حقيقية وها أني أعرض الحقائق بين أيديكم لما استطعت أن أكون جريئا بهذا المقدار وبهذا الحد لكن الحقائق أرغمت أنفي وإنني لعالم أنني سأرغم آنافكم وآناف آبائكم بهذه الحقائق حتى لو أنكرتموها على ألسنتكم لكنها ستدخل إلى عقولكم رغما عنكم إني داخل بهذا الفكر إلى عقولكم رغما عنكم أرفضوه وسأدقله في عقولكم حتى لو عاديتموني حتى لو قتلتموني هذا الفكر لا بد أن أدخله في عقولكم هذه طلائع طوفان الفكر المحمدي فماذا تقولون أنتم أليست هذه هي الحقيقة هذه طلائع طوفان الفكر المحمدي هذا هذا الكلام الذي أقوله لا قيمة له الكلام الحقيقي سيكون عند ظهور إمام زماننا هل سندرك زمانه هل أننا سنرحل قبل أن ندرك زمانه لكننا على الأقل أدينا شيئا يسيرا من واجبنا في تمهيد لمشروعه الشريف هذا ما يرتبط بي أنتم ماذا تقولون ماذا قدمتم لإمام زمانكم إنني أخاطبكم أنتم أنتم يا أصحاب العمائم أنتم أنتم يا أصحاب العمائم في حوزة النجف في مكاتب المراجع وأنتم أنتم القادمون من خارج العراق لأجل أن تخطط لتدمير ثقافة أهل البيت بتشويه سمعة الناطقين بها والمدافعين عنها أنتم أنتم سنقف جميعا وعند الله تجتمع الخصوم ما هي هذه الدنيا أيام لقي مثلها أيام ونرحل وما بعد الرحيل هناك 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 أعود إلى الآية الرابعة والسبعين من سورة التوبة وما النقم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فالإغناء من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله تلاحظون أن القرآن يتحدث بشكل واضح عن وجود خالقين الله بعظمته يقارن نفسه بهم وعن وجود رازقين الله بعظمته يقارن نفسه بهم والحكاية لا تنتهي هنا الوقت يجري سريعا بقي عندي كلام طويل طويل سأتمه لكم في حلقة يوم غد لكنني سأقرأ عليكم بعضا من الأوصاف التي وردت في القرآن وهناك الكثير منها ورد في الأدعية ماذا جاء في القرآن جاء في القرآن من أن الله أرحم الراحم هناك راحمون بمستوى الله بحيث أن الله يقارن نفسه بهم إلا أنه يقول عن نفسه من أنه أرحم الراحمين خير الراحمين خير الغافرين خير الناصرين خير الفاتحين خير الفاصلين خير المنزلين خير الماكرين خير الحاكمين هذه الأوصاف كلها قرآنية لم يبقى عندي وقت كي أستخرج لكم الآيات سأستخرجها لكم يوم غد حتى تعرفوا من أننا حين نتحدث عن محمد وآل محمد وعن مقاماتهم إنما نتحدث بروح القرآن بحقيقة القرآن ولذا هم قالوا من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتان لم يتنكب الفتان يعني سيقع فيها الذي يتنكب الفتان الذي يستطيع أن يتجاوزها أن يخفز عليها أن لا يصيبه الضرر فمن لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتان لذا مراجع النجف ما عرفوا أمر أهل البيت من القرآن لأنهم فسروا القرآن وفقا للمنهج العمري ونقضوا بيعة الغدير هل عرفتم إذن عظمة بيعة الغدير التي حدثتكم عنها في الحلقات الماضية ولماذا اشترط رسول الله علينا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير فقط من علي وآل علي كي نعرف قرآنهم وبعد ذلك كي نعرفهم وبعد ذلك كي نصل إلى التوحيد أما هذا الدين الذي عليه مراجع النجف هذا دين الشرك وسأقرأ عليكم الروايات في الحلقات القادمة وبصريح كلام أئمتنا من أن طريقة العبادة التي أنتم عليها الإمام يقول عنها من أنها الكفر بعينه صلاتكم صلاة كافرين ما أنا الذي أقول وحق الحسين سآتيكم بالفتوى من الصادق صلوات الله وسلامه عليه ومن أوثق كتبنا سآتيكم بالفتوى من الصادق من أن الصلاة التي تصلونها بهذا الوضع الذي أنتم عليه هي صلاة كفر أنتم تعلمتموها من مراجع النجف فإذا كانت الصلاة صلاة كفر ماذا يعني هل أن الدين دين إيمان أم أنه دين كفر وهذا بالضبط ما قاله إمامنا الصادق وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى الرواية التي في تفسير إمامنا الحسن العسكري بعد أن وصفهم بأنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على حسين 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 بن علي وأصحابه ومن أنهم ضلوا وأضلوا الشيعة الإمام يتحدث عن بعض من الشيعة وهم قلائل فيقول لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من تشير إلى التبعيض تشير إلى عدد قليل من الأفراد لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه كما يعظم القرآن محمدا وآل محمد كما أفعل الآن بين أيديكم من قرآنهم وأنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لا يتركه في يد ذلك الملبس الكافر إنه يتحدث عن مرجع التقليد عند الشيعة عن المرجع الأعلى لا يتركه في يد ذلك الملبس الكافر وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب هذا حديث صادق ما هو حديثي ستأتينا الروايات الشريفة واضحة صريحة وقت الحلقة انتهى خلاصة القول فإن هذا الإطلاق الله على الحقيقة المحمدية وعلى الإمام المعصوم بحسب أحاديثهم التفسيرية لقرآنهم إنه أمر واضح صريح أما روحه وشرحه وبيانه فقد قدمت لكم أمثلة من أن الله وصف نفسه بأنه أحسن الخالقين وبأنه خير الرازقين فأقر بوجود رازقين عظام وخالقين عظام والخالق والرازق هو نفسه الذي وصف في الآيات بالألوهية ومرت علينا الروايات في إطلاق لفظ الله ولفظ الإله على المعصوم بحسبه بحسب البيانات التي قدمتها لكم كل الذي ذكرته لكم من قرآنهم ومن أحاديثهم ما ذكرت لكم شيئا من مكان آخر لا من عندي ولا حتى نقلت لكم من أي عالم من علماء الشيعة أغناني صاحب الأمر عنهم وعن هرائهم وعن مزابلهم إلى يومتي فلا ذكرت لكم لا من كتب علماء الشيعة ولا من كتب الديانات والمذاهب المختلفة ولا حتى من كتب الشيعة التي هي ليست من كتبنا القديمة ما حدثتكم إلا بقرآنهم وحينما أفسره أفسره بتفسيرهم الذي أنقله لكم من كتبنا القديمة التي أقطعوا بدرجة مئة بالمئة هي كتبهم والأحاديث أحاديثهم وأعتقد أنكم لا تستطيعون أن تنكروا خبرتي في ذلك ربما يمكنكم أن لا تتفقوا معي في هذه النتيجة لكنني بيّنت من أنني حين أقول هذه كتبهم وهذه أحاديثهم لا يعني أن هذه الكتب لم يتطرق إليها التحريف والتصحيف أبداً بيّنت كلامي في مئات ومئات من الساعات وشرحت موقفي العلم والشرع والعقائد وبلغة عربية واضحة ولا أحتاج لأن أكرر الكلام مرة أخرى لكن النتيجة التي ألفت أنظاركم إليها أن فكروا بأنفسكم وفكروا كيف أنكم تجهلون ثقافة دينكم وتجهلون قرآنكم وتجهلون أحاديثكم إذن ماذا تعلمتم يا أصحاب العمائم العباسية الإبليسية المحترمة ماذا تعلمتم اش علموكم ذول الثولان بالنجاة غير الخراط وطاحت الحار ش تعلمتم قلونا ش تعلمتم ما هذه الحقائق تصدمكم تصدمكم صدمة هذا هو دين علي وآل علي إن كنتم أشياعا لعلي وآل علي نلتقي غدا قبل أن أودعكم أنني أذكركم بالبرنامج الذهبي البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبي طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك إذا كنتم راغبين في إمامكم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم صلوات الله وسلامه عليهما أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله